السلام عليكم أيها الأصدقاء وأهلا ونحبا بكم في هذا المقطع الجديد والأسطوري وكالعادة على قناتكم GAMESPAR في المقطع اليوم أيها الأصدقاء سوف نتعرف على أفضل لاعب أو ستوندر بلاير ويمكنك التعاقد معه بسعر أقل من مئة ألف جي بي هذا اللاعب أصدر سوف يلعب لك في ثلاثة مراكز مخشرفة ويعود لك ثلاثة لاعبين صراحة هذا اللاعب يستحق أشراء وتجربة ويستحق أن يكون في تشكيلتكم على مئة أصدقاء قبل التعرف على هذا اللاعب لا تنسوا دعمنا بالزر لايك للفيديو لأن الزر لايك أمر ضروري أساطير كذلك لا تنسوا الاشتراك في قنات إذا كنت غير مشترك بعد اشترك معني يا صديق وفاعل زر الجرس حتى تكون دائما من بين أول الأشخاص الذين يشاهدون المقاطعة الجديدة على القنات ولا تنسى كذلك ترك تعليق محافظة وإذا كان لديك أي تساؤل يمكنك التواصل معنا الأنستغرام الضار أمامك الآن في الشاشة الصديق كذلك رابط حساب على الأنستغرام موجود بالوصف أسفل هذا المقطع اضغط على الرابط وتواصل مع أرسال لرسالة سوف أجيب الجميع إن شاء الله وبسرعة ولأنا يا أساطير ندخل في المقطع مباشرة ونتعرف على هذا اللاعب المهم الأصدقاء نقوم أولا بالضغط على كونتر هنا بعد ذلك سوف نقوم بالتوجه إلى ستوندر راير ليس هنا كما تشاهدون سوف يظهر معنا العديد من اللاعبين نضغط فيلتر ثم بعد ذلك نقوم باختيار position نقوم بالنزول ونقوم باختيار مركز ال LWF كما تشاهدون ثم نقوم بالضغط على كلب تيمز أوروبا الدورية الإنجليزية مانشستر سيتي ثم دون فكما تشاهدون أساطير يظهر معنا مثلا اللاعب ودي هنا الذي يلعب في مركز ال LWF وهو بسحل 260 ألف جي بي لذلك سوف نقوم بالتعاقد مع غريليش كما تشاهدون فاللعب غريليش هو ب 76 ألف جي بي فقط كما تشاهدون ويلعب في مركز IMF يلعب في مركز LMF وكذلك في مركز ال LWF إذا أردت تحصل على اللعب في مكان غريلش يلعب في هذه المركز كما تشاهدون في مركز الـ LWF وكذلك في مركز الـ MF وفي مركز الـ IMF ونظر إلى اللعب المتواجدين هنا لدينا دي برون بـ 740LGB لدينا بيرناردو سيلفا بتلاجه مئة ألف وكذلك اللعب فودين بـ 260 ألف لذلك غريلش هو أفضل صفقة أساطير يمكنكم الإعتماد عليه كما تشاهدون هنا كذلك الستايل اللعب الخاص باللاعب الستايل الأسطوري وهو الكرياتيف بلاي ميكر يعني صراحةً هذا الستايل أو هذا الستايل خاص باللاعبين يعني ما بين أفضل الستايلات الذي يجب عليكم الاعتماد على الأساطير ستايل الستايل الـ Crazy Playmaker ستايل كذلك الـ Whole Player هذا الهول بلاير هادي الستايلات ستايلات رائعة أساطير كذلك ستايل الـ Classic Number 10 كذلك استايل جيد انظروا كذلك إلى طاقات اللعب هنا أساطير لنقوم بالنزول كما تشاهدون هذه هي كل طاقات اللعب يعني صراحةً لاعب يستحق شراء تجريبة كذلك بعض مهارات اللاعب كما تشاهدون لدي العديد من المهارات لعب جاكريليش المهم نقوم ببطاطة الأصان ثم بعد ذلك الجي بي ونقوم بصرف 76 ألف جي بي على اللاعب جاكريليش الآن نقوم بتعقد مع اللاعب نقوم بقفلي والآن أساطر ننتقل بسرعة إلى مايتيم ونقوم بتجربة اللاعب نقوم أولا بتطوير كما تشاهدون نقوم بتطوير الليفل تريني نقوم بإضافة بطاقات من هنا يمكنك تطوير اللاعب حتى الليفل التاسع والعشرون كما تشاهدون لكن أقوم بتطوير إلى الليفل ماكس سوف أتركه في الليفل الرابع والعشرون نقوم بتغطي على بروسل حسنا نقوم بالضغط أوكي ثم بعد ذلك نقوم بتغطي على سوف أقوم بإضافة بطاقة أخرى أساطر أو بطاقتين نقوم بإضافة بطاقة واحدة فقط كما تشاهدون نقوم بالضغط أوكي حسنا أساطر نقوم بتطوير اللاعب على المهارات الشخصية وكذلك الإنتجام على ال Long Bar Control ثم سوف نقوم بتطور اللاعب على المهارات الشخصية نقوم بالضغط اوكي كما تشاهدين اساطر يعني هذه هي الطاقات اللاعب حاليا يعني لدي العديد من المهارات كما شاهدتم سابقا وكذلك هذه الطاقات سوف تساعد اللاعب على يعني الصنع اللاعب كما تشاهدون نقوم بالضغط confirm وعني اساطر سوف ننتقل ونقوم بإضافة اللاعب إلى التشكيلة الخاصة نقوم بالدخول إلى التشكيلة بعد ذلك نقوم بالبحث عن اللاعب جاكريليش كما تشاهدون نقوم بالسحب اللاعب من هنا إلى هنا وكما تشاهدون طاقته 92 حاليا في التشكيلة لكن طاقته تصبح أكبر إذا قمتم بتدريبه على ال Level Max كما تشاهدون يعني يلعب في مركز ال IMF والآن نقوم بتغيير الخطة 3-4-3 كما تشاهدون ويلعب لك في مركز ال IMF وكذلك في مركز ال LWF بشكل عادي يمكنك العتماد عليه في 3 مركز نقوم الآن بالعودة إلى الخطة الخاصة بين 4-3-1-2 التي أتعمد عليها أنا حاليا ونقوم بإضافة اللاعب جاكريليش في مركز ال IMF سوف نقوم بلعب آن مباراة ونقوم بتجربة لاعب جاكريليش أولا في مركز ال IMF بعد ذلك سوف نقوم بتجربتي في مركز ال IMF ثم في مركز ال LWF الأساطئر والآن سوف ننتقل إلى مباراة ونقوم بتجربة لاعب جاكريليش على أرضية الملعب ونرى الآداء الخاص به